الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير في ذكرى يوم الشهيد مدبولي يؤكد عزم الدولة على المضي قدومان في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات وزير الاقتصاد والبنية التحتية بتشاد يؤكدان أن الرئيس السيسي يقود أفريقيا نحو التنمية السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة تحية لكم أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة من مسجد المشير تنطاوي بالتجمع الخامس وذلك احتفالا بذكرى يوم الشهيد حيث أكد دكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية خلال الخضبة منزلة الشهيد الكبير عند ربه واستشهد بآيات من القرآن الكريم تدل على منزلة الشهيد أكد مفتي الجمهورية دكتور شوق علام أن دعم أبطال القوات المسلحة في حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال واجب شرعي ووطني في رسالة تقدير وإعزاز لأبطال القوات المسلحة البواسل بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الشهيد حيث أشار المفتي إلى أن جميع جموع الشعب النصري يقدرون جيدا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة في الصهر على حفظ أمن واستقرار الوطن في مواجهة جماعات الضلال والغدر والإرهاب مطالبا قوات الجيش بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي الإرهابيين وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم لنشر الخراب والضمار ترجمة نانسي قنقر 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 أسبوع جديد كتف فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجهوداته على جميع الأصائد المحلية والإقليمية والدولية اجتماعاتهم واللقاءاتهم ومتابعاتهم لأهم الملفات بهدف الارتقاء بالوطن والمواطن وتعزيز مكانة مصر دوليا بدأ الرئيس السيسي الأسبوع بلقاء مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حيث تابع أولا الحالة الصحية للمصابين في حادث قطار محطة مصر وكذلك آخر تطورات سير التحقيقات الجارية في هذا الصدد لكشف ملابسات الحادث الاجتماع تناول أيضا متابعة الموقف التنفيذية لمحاور خطة عمل وزارة الإسكان وما تتضمنه من مشروعات تنموية كبرى جارن العمل بها حيث وجه الرئيس مواصلة العمل على تقديم أفضل وأحدث الخدمات في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها في جميع أنحاء مصر وفقا لأعلى المعايير المتبعة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة حتى يمكن بدء الانتقال إليها فورا لانتهاء من التنفيذ كما وجه الرئيس باستمرار جهود الارتخاء بالبنية التحتية وضمان توفير الصيانة المستمرة لها الرئيس السيسي أكد النهج الحالي للدولة المصرية في إرساء قيم التعايش وحرية العبادة جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان الكاردنار لناردو ساندري وأوضح الرئيس السيسي أن مصر والفاتيكان لديهما مجال واسع للتعاون في ترسيخ مبادئ الوسطية ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب فيما أكد مسؤول الفاتيكان أن الخطوات التي تنتهجها الدولة مثل افتتاح كتدرائية ميلاد المسيح جنبا إلى جنب مع مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية تعد رسالة محبة وسلام للعالم أجمع وعلى صعيد تعزيز العلاقات الدولية استقبل الرئيس السيسي رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة وكبار مسؤوليها حيث أكد الرئيس أن مصر تسعى إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمية وتطوير البنية التحتية في أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات في المشروعات العابرة للحدود وأشاد الرئيس السيسي بالدور المهم الذي تقوم به المنظمة من أجل تلبية الطلب العالمي على الكهرباء بطريقة نظيفة وخضراء الرئيس السيسي رحب بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والمنظمة والذي يتضمن إجراء بحوث مشتركة حول استراتيجية الطاقة لتسهيل تخطيط البنية التحتية للطاقة في مصر تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية لم يغب كذلك عن أجندة الرئيس حيث استقبل السيسي وزيرة خالجية كينيا مؤكدا خلال الاجتماع لهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لسيام التبادل التجاري والاستثمار وأكد حرص مصر على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الكيني خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقية كما أكد الرئيس السيسي حرص مصر على موصلة تعزيز الروابط الأخوة الوثيقة مع السنغال جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها إلى الرئيس السنغالي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته له بكل التوفيق في قيادة السنغال وأشعبها نحو مستقبل المشرق كما بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس الناجيري محمد بوهاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئيسية جديدة وأقل المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي إن رئيس السيسي أشاد في البرقية بقوة وتميز العلاقات المصرية الناجيرية وأحرص الدولتين المستمرة على تعزيزها ودفع أطر التعاون المشترك لأفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبية الرئيس السيسي تابع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين استراتيجية الاستثمار في مدينة دمياط الجديدة حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدارة واستثمار مدينة دمياط للأثاث بالصورة المثلة لدعم صناعة الأثاث الوطنية لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية في هذا الخصوص داخل مصر وخارجها وأكد على التركيز على تعظيم فرص الاستثمار الأجنبي في مدينة دمياط لتكون بوابة لتصدير الأثاث المصنع في مصر إلى المحيط الجغرافية الأفريقية والعربية وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتركيز استراتيجيتها على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا تحقيقا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقية وطالب الرئيس السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لدول احتياجات الخاصة في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لدول احتياجات الخاصة وتوفير أفضل الخدمات لهم وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها الرئيس السيسي عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير البترول حيث عرض الوزير المحاورة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع البترول وكذلك الانجازات غير المسبوقة التي حققها القطاع خلال الفترة الأخيرة وقال المتحدث باسم الرئيس الوزير البترول نوى خلال الاجتماع بتحقيق مصر لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخها في فبراير الماضي بمعدل 1.8 مليون برميل مكافأ في اليوم فضلا عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 2018 بمقدار مليون وحدة سكنية وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 27 مليار دولار كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ مراحل مشروع تطوير التعليم في مصر لما يمثلهم الركيزة الأساسية في الخطة القومية لبناء الإنسان المصرية جاء ذلك خلال اجتماع انعقده الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حيث أكد الرئيس ضرورة الانتقال بالتعليم إلى إطار علمي وفكري جديد يتوكب مع متطلبات التنمية التي تنتهيها الدولة وذلك بتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم وبالشراكة مع الخبرات الدولية في هذا المكان أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة عازمة على المضي قدمانها في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات لتوفير فرص العمل والتوسع في الانتاج وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة وهو ما سوف يسهم في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر جاء ذلك خلال استعراض مدبولي مقترحة الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة بحضور وزير المالية ووزير التجارة والصناعة وأجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع رؤساء المجالس التصدرية لعرض التصور النهائية للمقترحات الجديدة استعراض وزير الدولة للانتاج الحربي محمد سعيد العصار مع وكيل وزارة الدفاع الألمانية للشؤون البرلمانية الإمكانات التصناعية والتكنولوجية المتوفرة بشركات والوحدات التابعة للوزارة وأهم المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تسهم في الوزارة بتنفيذها بمصر كما تم خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون الحالية بين شركات الانتاج الحربي والشركات الألمانية ومنها عقد الشراكة مع شركة ألمانية لتصنيع قاطرات السكك الحديدية والتعاون مع شركة كي أس بي في مجال تشغيل أبار المياه بالطاقة الشمسية بحثت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم مع فرح بري مدير الشؤون الاخترابية اللبنانية أوجها التعاون بين البلدين وأشارت مكرم إلى جهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من عقلهم وكفاءتهم وإشراكهم في عملية التنمية على أرض وطنهم وأضفت وزيرة الهجرة أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تبادل الخبرات والتقارب بين دولتين والاستفادة من الخبرات اللبنانية فيما يتعلق بعقد المؤتمر السنوي الذي تقيمه لبنان للمغتربين اللبنانيين أكد وزير البترول المهندس طرق الملة أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لخطوط الأنابيب والمستودعات البترولية وتسهيلات الزيت الخام والمنتجات البترولية والبترو كيمويات جاء تصريح وزير البترول خلال رئاسة لأعمال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط للسهاريج وخطوط أنبيب البترول لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2018 وشدد الملة على الاهتمام بأعمال الصيانة والتطوير لمنظومة الموانئ البترولية وتسهيلات تداول المنتجات البترولية أيضا مما يساهم في تحقيق مشروع مصر القومي الجاري تنفيذه لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتخزين وتداول البترول والغاسة أعلن وزير المالية محمد معيط الانتهاء من إعداد الخطط الاستراتيجية الجديدة للوزارة والمنبثقة من رؤية مصر عشرين ثلاثين وخلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة أوضح معيط إن الخطط تم إعدادها بأيدي قياداتي وكوادر وزارة المالية ومؤكدا إن الهدف منها أن تكون الوزارة أكثر فاعلية وكفاءة مع إحداث التكامل بين قطعاتها المختلفة وعدم تداخل الاختصاصات فيما بينها أعلنت وزارة الصحة لانتهاء من فحص أكثر من أربعة ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة منذ انطلاق المرحلة مطلع الشهر الجاري وضحت الوزارة في بيان إن إجمالية من تم مسحهم بالمراحل الثلاثة من المبادرة بمحافظات الجمهورية تجاوز 35 مليون ومؤكدا إن الدولة تستهدف فحص جميع المواطنين وصرف العلاج بالمجان لمن يتم تأكيد إصابته بفعرسي تشهد مقرات مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للكشف عن فيروسي والأمراض غير السارية وأكدت منصقة المبادرة بالمحافظة أمنية منصورة على توافر جميع المستلزمات الطبية بمقرات المبادرة ومشيرة إلى أن هناك متابعة يومية لجميع الفرق الصباحية والمسائية بمختلف المناطق على مستوى المحافظة نتابع إقبال المترددين على الحملة من خلال جميع النقاط الطبية والغير طبية المتمركزة من محافظة الغربية ومن خلال المتابعة الحمد لله في إقبال شديد جدا على الحملة وده بدأ معنا من بداية التوعية لأن التوعية احنا اشتغلنا عليها كويس جدا والناس حب ده جدا ده كان نمرة واحد نمرة اثنين تم تدريب جميع الفرق المشتركة في الحملة على جميع الفئات وجميع المستويات تدريب جيد جدا والناس تقبلت ده وطلقته كفاءة عالية جدا أعلن وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تنفيذ أكثر من 11 ألف أو من 11 ألف وحدة سكنية وجامعة العالمين الأهلية وفرع الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العالمين الجديدة بنهاية شهر يونيو 2020 وعشر الجزار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة بنهاية الشهر نفسه بمسطح يصل إلى 230 فدان أكدت وزيرة التخطيط هالا السعيد أن الحكومة تستهدف تعزيز دور الاستثمار العام خلال الفترة الحالية لإحداث نقلة نوعية في تحقيق تنمية مستدامة يشعر بها المواطن المصرية تصرحات الوزيرة جاءت بمناسبة إطلاق وزارة التخطيط تقريرا حول نتائج المشروعات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي والربع الثاني من العام ذاته ضمن سلسلة تقارير حصاد مرحلة البناء في تسعين يوما والتي أطلقتها الوزارة في ديسمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اكدت وزيرة الاستثمار صحد نصر حرص القيادة السياسية في مصر على تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا جاء ذلك خلال زيارة وزيرتي الاستثمار والصحة إلى تشاد واللقاء مع وزراء الاقتصاد والتنمية والبنية التحتية والنقل والصحة واشارت الوزيرة هالزايد إلى أن مصر ستدعم المنظومة الطبية في تشاد من جانبهم أكد الوزراء الشادون تعاون بلادهم مع القاهرة خلال رئاستها للاتحاد الافريقي لخلق مناطق اقتصادية متكاملة وجاذبة في أنحاء قارة أفريقيا في ظن قيادة الرئيس السيسي لاتحادي الافريقي نحو التنمية أعرب الرئيس تشادي إدريس ديبي عن تقدير بلاده لمصر وقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين وأهمية العمل على تنميتها في جميع الأصعدة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وللاتحاد الافريقي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس ديبي لوزيرتي الاستثمار والصحة خلال مشاركتهما في احتفالية تشاد بيوم المرأة العالمي بحضور الرئيس التشادي وقرينته حيث نقلت الوزيرتان تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس التشادي وأكادت عمق العلاقات التاريخية الوطيضة بين البلدين والشعبين أشهدت وزيرة الهجرة نبيل مكرم بدور المرأة المصرية المهاجرة في الدفاع عن وطنها وصد أي محاولات للنيل منه ومشيرتان إلى تقدير القيادة السياسية لدور ومهام المصريين بالخارج وخلال لقائها برابطة سيدات مصر بلبنان أشهدت مكرم كذلك بدور المرأة المصرية في المعارك السياسية محذرة من مغبة الانسياق وراء وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تطور الحروب في الوقت الراهن يحتفي العالم اليوم بالمرأة وفي مصر حاليا تعمل الدولة جاهدة على توفير الرعاية للفتاة وإتاحة تكافؤ الفرص للمرأة المصرية إمانا بدورها الحيوية في نهضة وطنها في الثامن من مارس من كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة في لفتة تؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به في مواجهة تحديات الحاضر وصياغة طموحات المستقبل لمجتمعها وللإنسانية جمعاء للمرأة المصرية نصيب كبير ودور بطولي في دعم واستقرار الدولة ظهر جليا في دعمها الكبير لثورة 30 من يونيو لتخلصي من حكم الجماعة الإرهابية بعد أن رأت بيتها الكبير يشكوا على أن يسرق منها واستمرت في دورها الكبير في دعم الاستحقاقات الانتخابية التي صنعت دولة 30 من يونيو بكل أركانها الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل تقديرا كبيرا لكل فتاة وسيدة مصرية وهو ما بات واضحا من خلال توجهاته القاطعة باتخاذ إجراءات عملية في سبيل التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال اعتماده الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فضلا عن إعلانه عام 2017 عاما للمرأة المصرية وزيادة نصيبها من برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية وبحسب الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء فنحو 48% من سكان مصر هم من الإناث وهو ما يؤكد حقيقة أن المرأة هي نصف المجتمع وتشارك في تربية وتنشئة النصف الآخر أقول إن إحنا هنا في مصر لدينا برامج خاصة بالرعاية المرأة في مصر لأن المرأة في مصر لها وضع خاص لأنها مش 50% زي ما الناس بتقول في بلدنا مصر لا إحنا بنعتبر المرأة هي كل شيء بصراحة وده كلام مش مجامل لها المصريين عارفين ده عني والمصريين شايفين ده مننا بممارستنا وإحنا بنعمل أثناء المصار اللي إحنا بنتحرك فيه جوا بلدنا وعلى صعيد التنكين الاقتصادية الذي تتبناه الدولة لمساعدة المرأة استحوذت النساء على 70% من قروض المشروعات متنهية الصغر و57% من فرص العمل التي وفرتها قروض جهاز تنمية المشروعات في مجالة البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وزارة تضامن أيضا تتبنى عددا من برامج رعاية الاجتماعية التي تستفيد منها قطعات عريضة من السيدات وخاصة المرأة المعيلة والمسنة والفتيات الملتحقات بمراحل التعليم المختلفة قدرة مصر على مواجهة أي تحديات تتوقف بشكل أساسي على قوة جبهتها الداخلية وتلاحم مختلف مكونات المجتمع وهو ما يؤكد أن خلف كل شهيد يجود بروحه فداء عن الوطن ومقدراته تقف امرأة لا تقل عنه تضحية وبطولة من أجل أن تبقى مصر لكل المصريين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعلنت الدكتورة حنان يوسف أستاذ الإعلام ورئيسة المنظمة العربية للحوار اطلق مبادرة نساء في الصورة بالتزامني مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اشارت إلى إنشاء قاعدة بيانات للمرأة الناجحة في المجتمع النصري والعربي وكذلك إصدار إصدار المنظمة للطابع تم إعداده خصيصا لتلك المناسبة يجمع ما بين الأصالة والحاضر والحداثة من أجل وضع النجاحات في صدارة الصورة ووضحت أن الفكرة تهدف إلى التعريف بتلك النماذج المهمة في المجتمع النصري لافتة إلى أنه سيتم اختيار بعض النماذج النسائية اللامعة وتقديمها في صور على هيئة طوابع لتعريف أجيال النشأ والشباب بها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوغراف عن رصد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارية لمؤشرات النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة وما تحقق من إنجازات وذلك خلال النصف الأول من العام 2019-2018 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتفق وزراء السياحة في مصر واليونان وقبرص على مشاركة الثلاث دول في المعارض الدولية المتخصصة في سياحة الكروز خلال الفترة القادمة مثل معرض بوسيدونيا لنقل البحرية في اليونان وخلال لقاء وزيرة السياحة رانيا المشاط مع نظيريها في اليونان وقبرص على هامش المشاركة في برصة برلين السياحية أكد الوزراء عمق العلاقات بين بلادهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلاقة القوية التي تربط قادة الدول الثلاث وحرصهم على زيادة التعاون في مجال السياحة فيما بينهم كما تم الاتفاق على تكوين فريق عمل من القطاع الحكومي والخاص لعمل برامج سياحية مشتركة أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط إن استضافت مصر لبطورة كأس الأمم الأفريقية يعكس ثقة العالم في قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى تصرحات الوزيرة جاءت في لقاء تلفزيوني على همش مشاركتها في برصة برلين السياحية بألمانيا هذا وكرمت المنظمة الدولية للسلام والسياحة الوزيرة رانيا المشاط تقديرا لجهودها ودورها الريادية خلال العام الماضي أعلنت وزارة التضامن الاجتماعية إن فرق التدخل السريع وأطفال بلماء وتواصل وعملها في محافظات الجمهورية لتوفير رعاية اللازمة لهم وذكر بيان صادر عن الوزارة إن عدد المواطنين الذي تم التعامل معهم منذ صدور توجيهات الوزيرة غدوالي بلغت حتى مساء أمس نحو 7407 من المشردين أشار البيان إلى تنوع تدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة لهم بدأ التشغيل التجربية لميناء شرق بورسعيد المحوري بتصدير أول شحنة ملح مصري مستخرج من أرض سيناء حيث يعتبر الميناء أحد أهم عناصر مشروع التنمية بشرق بورسعيد في إطار مشروع تنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء وبناء على توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعلن التشغيل التجربية لميناء شرق بورسعيد المحوري الذي يعتبر أحد أهم عناصر مشروع التنمية بشرق بورسعيد وبدأ التشغيل التجربية على أول رصيف تم الانتهاء منه بميناء شرق بورسعيد بتصدير أول شحنة ملح مصري مستخرجة من أرض سيناء وتزن نحو أربعة ألاف طن تجرب تتحول دلات من الصين والهند واليابان والكوريا جنوبية وبتنم إلى أوروبا وأمريكا البداعة دي كلها تنزل هنا في المناطق اللوجستية ورعاة توزحها بالسفل المفيدة في المناطق التالية فبالتالي كل ده يعني عايد بيقود على خزامة الدولة المصري تتكون عناصر مشروع التنمية بشرق بورسعيد من عدة عناصر أساسية أهمها ميناء محوري بمساحة محطات تبلغ ثمانية كيلو متر مربع ومسطح مائي بمساحة ستة عشر كيلو متر مربع وثلاثة مناطق لوجستية بمساحة أربعة وعشرين كيلو متر مربع ومنطقة صناعية للصناعات الخفيفة والمتوسطة بمساحة ثلاثة وستين كيلو متر مربع وتتعاون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عملية إعداد التربة بالإضافة إلى توفير المرافق لتتناسب مع طبيعة العمل في المشروعات الصناعية والزراعية المختلفة بشارق بورسعيد عشان تعمق وتوصل لـ 18 متر ونصر عشان تبقى مصفاتك ومصفات عالمية كمينة محوري كان مجهود كبير جدا منشك الكركات هاية خانال سويس اعتمدنا على نفسنا تماما كل اللي تشاهده كان جبال من الرمل تحوالها تقليميها قادرة على استقبال السفن العمراق وفي زمن قياسي وبالتالي دا يقول ان احنا المصريين احنا قادرين محدش يشاكل في قدراتنا تلات تربع العمل دا مش تلات تربع مية في المية من العمل دا العمل المصريين مش تليش أجنبي واحد دخل هنا تقول لها حتى شركات المأولاد شركات مصريين الحياة لنصير خطو سلح المأول رئيسي بالمشروعات فانا سويس بتوم بالتكريك الحياة لنصير بتوم بانشاء الأرصب الحياة كانت ملحمة وعلى بعد بضعة كيلومترات من الميناء توضع اللمسات الأخيرة على مشروع الأنفاق تمهيدا لافتتاحها لتنضم إلى سلسلة من المشروعات التنموية التي تساهم بشكل مباشر في تنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء أعلن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهم ميش قرب الانتهاء من التعقدات التي تقوم بها الهيئة وشركات عالمية لتشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد على أن يتم تشغيل المحطات منتصف العام المقبل وضف مميش في بيان أن شركة ميرسدس ستكون إحدى الشركات العالمية التي ستنطلق من الميناء كمركز لوجستي عالمي ومشيرا إلى أنه تم التوقيع مع شركة فرنسية لإنشاء محطة استقبال ومعالجة المخلفات الزيتية تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنصيق مع أجهزة البحث الجنائي بمدريتي أمن القاهرة الضقهلية وقطاع الأمن العام من ضبط 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش و50 ألف قرص مخدر تحت وطأة ضربات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتساقط تجار وحائز المخدرات مهما ابتكروا من أساليب لإخفاء سمومهم القاتلة بعيدا عن الرصد الأمني 250 تربات لمخدر الحشيش تمكنت الإدارة من ضبطها بعد استهدافها لسلاسة عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالي الغربي للبلاد وترويجه بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة حيث تم ضبطهم في كمين بالمعادي مستقلين سلاس سيارات تستخدم في نقل وترويج المخدرات الضبط كان تنصيقا مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط نحو سبعة أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر 450 طن ملح مخشوش كل يوم يمر تحقق الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة نجاحا جديدا على صعيد ضبط قضايا السلع الفاسدة والتلعب الدعم بما يحفظ صحة المواطنين فالإدارة نجحت في ضبط نحو سبعة أطنان من مستلزمات إنتاج حلوة مجهولة المصدر إضافة إلى أكثر من 230 ألف قطعة حلوة جافة دون بيانات بمصنع غير مرخص للصناعات الغذائية بالقاهرة وتمكنت من ضبط 450 طن مستلزمات إنتاج ملح خش ومنتج نهائي من الملح الناعم مغشوش ومن خامات مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص لطحن الملح بالمنوفية كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من سلاسة أطنان وأكثر من 60 ألف عبوة منتج نهائي وأخرى معدل التعبئة لسلع غذائية مقلدة ومنتهية الصلاحية بمصنع دون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية بالجيزة تمكنت الجهزة الأمنية بمطار القاهرة من إحباط محاولة تشكيل عصابية جلب أكثر من 5 كيلو جرامات من مخدر الهروين رصد قطع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من مخدر الهروين من إحدى الدول العربية وتروجها على عملائهم داخل البلاد عبر ميناء القاهرة الجوية وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدرية أمن القاهرة والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوية تمكن من ضبط أحد عناصر التشكيل حال وصوله البلاد وبحوزته أكثر من 5 كيلو جرام من مخدر الهروين بينما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط باقي عناصر التشكيل بأحد الأتمين المعدة لهم بمصر القديمة أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس أهمية تعزيز التعاون بين دول القارة الإفراقية وخلال استقباله نائب رئيس بنك تنمية الإفراقية برئاسة دكتور خالد شريف في إطار رئاسة مصر للإتحاد الإفراقية شدد التراس على أن تحقيق التنمية في أفراقيا يمثل هدفا أساسيا لاستراتيجية التحرك المصرية لتحقيق أمال وطموحات الشعوب الأفراقية خلال الاجتماع حيث تم بحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين الرئيس السيسي ورئيس بنك التنمية الإفراقية حول أليات تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الأقتصادية بين الدولي الإفراقية أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي اهتمام الدولة بالقضاء على مشكلة المخلفات وضرورة الاشتراك مع قطاع الخاص في إدارة منظومة المخلفات أشار شعراوي إلى اختتام الندوة الدولية لإدارة المخلفات الصلبة والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وضف إن الندوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتعرف على أفضل الخبرات الدولية في إدارة المنظومة والحوار المجتمعية والذي طلب به الرئيس وتعريف القطاع الخاص أيضا بطبيعة المنظومة على أرض المحافظات ينطلق ملتقى الشباب العربي الإفريقي المقرر عقده في أسوان في الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من مارس الجاري وذلك تحت رعية الرئيس عبد الفتاح السيسي يناقش المنطقة القضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الإفريقية من خلال الجلسات التي تبحث موضوعات مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعية الصحية وأثر التقنية الحديثة والابتكار في أفريقيا والمنطقة العربية إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادي النيل كممر للتكامل العربية والإفريقية وكذلك ورشة عمل عن تنمية منطقة الساحل بالإضافة إلى إقامة ورشتي عمل لريادة الأعمال افتتح محافظ سهاج أحمد الأنصار مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية سالمون بطمى بتكلفة إجمالية تصل إلى خمسين مليون جنيها والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقال رئيس الشركة القابدة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان والمشروع يضم محطة محطة رفع تبلغ طاقتها تصميمية تسعين لتر لكل ثانية وخط طرد وشبكات انحدر المحطة تخدم 23 ألف نسمة والجميل فيها أن طاقتها الاستعابية تقدر تشتغل غالط سنة 2060 بطاقات أعلى للتوسعات العمانية المستقبلية المتوقعة وهو ده اللي بيطمننا أن المشروعات مش بتتعمل عشان خمس وعشر سنين لا علشان يعني دي مشروعات استراتيجية كبيرة وتكلفتها عالية يعني تكلفة المحطة 82 مليون دولار تقريبا 50 مليون جنيه مصري تنفيذ من خلال استشارين مصريين وده برضو بأكدنا أن احنا قادرين على تنفيذ محطات مياه متكاملة بأياد مصرية وبجودة يعني فقاقة يعني فقاقة يعني الشيك القاعدة بتنفذ مشروعات كتيرة جدا الحكومة المصرية عاملة دعم قوي جدا للقطاع مياه شرب والصرف الصحي خصوصا في مناطق الصعيد ويمكن احنا خلاص تم توقيع وقود كتيرة جدا من خلال قروض ومنح تم اتاحتها لمناطق الصعيد عندنا البنك الدولي شغال ان شاء الله في سواج واسيوت وانا ان شاء الله عندنا الاتحاد الأوروبي في شغال في اربع منحافظات وبرضو في الصعيد كلها من المينيا سواج واسيوت وانا عندنا بعض المشروعات الاخرى اللي احنا تميل من الحكومة المصرية كل ده الهدف منه ان احنا نرفع نسبة التواطية بتاعت الصرف الصحي في الكرة بحس ان احنا ان شاء الله عندنا اهداف لازم نحققها ان شاء الله على سالة عشرين اتنين وعشرين كرم اللواء محمد محمود نصر الله رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لادارة خدمات عربات النوم احدى شركات هيئة السكك الحديدية عددان من موظف الشركة من العاملين على ارصفة محطة مصر وذلك لشجاعتهم في القيام بانقاذ اكثر من شخص في حادثة قطار محطة مصر كما قرر المجلس صرف تعويض فوري لأسرة المتوفة بالاحداث ايمن ممدوح قدره خمسون الف جنيها وكذلك تكفل بجميع العمليات والمصاريف اللازمة لعلاج مصاب بنفس هذه الاحداث اشهد نائب رئيس البنك الاربية لاعادة الاعمار والتنمية بما قامت به الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاثة الاخيرة وضفت في لقاء خاص لأكسرا نيوز ان اجراءات الحكومة المصرية تشجع المستثمرين العالميين على الاستثمار بعدما اصبحت في الميدان فهمت بشكل اكبر وقد انبهرت حقيقة بمقامة به الحكومة خلال السنوات الثلاثة الاخيرة قلت انها اصلاحاته لكنها اكثر من اصلاحاته ونظام مالي كامل واذا نظرنا الى معدل النمو المتوقع للسنوات القادمة كل هذه المؤشرات تظهر السبب الذي يدعو المستثمرين الدوليين الى الاستثمار في هذا البلد الماضي قامت نصر للمرة الاولى اصبحت اكبر بلد عمليات لنا وبالتالي وفي الوقت الحالي خلال السنوات الستة الاخيرة تم استثمار نحو 5 مليار يورو في هذا البلد هذا مبلغ كبير ولكن دعنا نعود خطوة الى الوراء ما معنى بلد عمليات او ما يعني ذلك بالنسبة لأهمية بلد معين في مجموعة اعمال البنك الاوروبي بلد عمليات تعني انها احد البلدان ال38 التي يمكننا ان نستثمر فيها انتقد نشطاء حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات في قطر وعدم اجراء اية انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2008 فضلا على عدم تعديل قانون مجلس الشورى بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين واقتصار التعيين على اختيارات الامير فقط وفي الندوة التي نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على هبش اجتماعات الدورة الاربعين للمجلس الدولي لحقوق الانسان بجنافة طلب الحقوقيون باجاد الية لمراقبة انفاق اموال الدولة من جانب النظام الحاكم في قطر بعد الاتهامات المتعددة بدعم الارهاب واكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بقطر ومشيرا الى ان الحق في الجنسية يتعرض لانتهاكات جسيمة حيث تنتزع الحكومة القطرية الجنسية من قبائل وعن قبائل باكملها وفضلا عن سلطة الامير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات ارهابية واشارت عيد نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية الجمعية رصدت انتهاكات جسيمة ضد المرأة والطفل يقوم بها النظام القطرية اعلن التحالف العربية اعتراض وتدمير قوات الدفاع الجوي السعودي طائرة بدون طيار تابع للحوثيين بمدينة ابها جنوبي المملكة واسفر تدمير الطائرة بحسب المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي عن اصابة اربعة مدنيين وتأثر بعض المركبات بالمدينة وحذر المالكي الحوثيين من استهداف المدنيين ومؤكدا استخدمهم اساليب ارهابية في الهجوم سيكون له وسائل رادعة وحازمة اندلعت معارك عنيف بين قبائل حوور وميليشيات الحوثي بمدينة كشر بمحافظة حج غربي اليمن اوضحت مصادر ميدانية ان المواجهات بين القبائل والميليشيات انتقلت من بلدة نهم غربي كشر بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة شرقي المدرية مؤكدة سقوط عدد من القتل والجرحة في صفوف الميليشيات الى اخر تطورات الملف السورية حيث اظهرت لقطات مصورة لوحدات حماية الشعب الكردية جزءا من قرية البقوس السورية وقد تم اخلاؤها من مقاتل تنظيم داعش الارهابية وتظهر اللقطات خياما ومركبات مهبورة وخناضق للتخفي من الغارات الجوية والاسلحة وغيرها من المواد التي خلفها الارهابيون هناك دعت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة الى تفكيك واخلاء مخيم الركبان السورية في اقرب وقت ممكن ومن جانبها دعت هيئة تنصيق الروسية والسورية في بيان مشترك الامم المتحدة للتنبيه على الولايات المتحدة بعدم القبول بوجود اماكن مثل مخيم الركبان في سوريا وحل المشكلة مرة واحدة نفى الجنرال الامريكي جوزيف فتال الذي يشرف على القوات الامريكية في الشرق الاوسط وجود ضغوط لسحب القوات من سوريا في اي موعد محدد وقال فتال في جلسة بلجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ان ما يقود مصار الانسحب هو المهمة المتمثلة في هزيمة داعش الارهابية ومشيرا الى ان التنظيم لم يهزم بصورة نهائية رغم ما تلقى من ضربات مؤخرا حث السفير الامريكي بالوكالة لدى الامم المتحدة جونثان كوهين مجلس الامن الدولي على اعادة فرض العقوبات ضد طهران لردع برنامجها الصاروخية وحذر كوهين من نشاطات ايران المزعزعة لاستقرار الشرق الاوسط متهما اياها باطلاق ثلاثة صواريخ باليستية خلال الفترة الماضية وقال كوهين ان عمليات الاطلاق الثلاثة تأتي بمثابة تحدي للارادة التي عبر عنها مجلس الامن ومشيرا الى ان مثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار منطقة الشرق الاوسط باكملها حكم قاد فدرالية امريكية على بول مانفورت مسؤول الحملة الانتخابية لرئيس دونالد ترامب بالسجن لمدة نحو اربع سنوات بسبب جرائب مالية كشفها تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر واكدت المحكمة ان مانفورت ادينة بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والبنكي وعدم كشف الحسابات المصرفية الاجنبية مما ادى الى الحكم عليه بالسجن لمدة سبعة واربعين شهر وقال القاضي الفدرالي ان التهم المنسوبة لمانفورت ليس من بينها التواطؤ مع الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات السابقة ختاما تذكير بعنوين النشرة الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير في ذكرى يوم الشهيد مدبولي يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات وزير الاقتصاد والبنية التحتية بتشاد يؤكدان ان الرئيس السيسي يقود افريقيا نحو التنمية انتهت النشرة لمزيد من الاخبار تابعوا دوما موقعنا الاخبارية اكسرا نيوز دوت تي في دمتم في رعاية اللي هو امنه الى اللقاء اشتركوا في القناة